من أعظم العبادة التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فإن عظمة الله لا حدود لها فهو العلي الكبير وهو الكبير المتعال عظيم الشأن للجلال والإكرام ويمكن التفكر في خلق الله ومنها نعلم عظمة الله سبحانه وتعالى التي لا حدود لها ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر قول الله تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ فقال الراوي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر وأخذ بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه فيقول أنا الكبير أنا الملك أنا الجبار أنا القهار فقال الراوي فرجف المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليقعن ولنعلم عظمة الله ننظر إلى خلقه في السماوات والأرض فنحن الآن ننظر إلى السماء الدنيا وقد بذل العلماء جهوداً جهوداً كبيرة وهم يكتشفون في عجائبها وكثرة نجومها وكثرة أبعادها والمجرات وكثرة عددها وكثرة أبعادها وسرعة ضوءها ومع ذلك كل ذلك في السماء الدنيا فما بالك بالسماوات السبع والأراضين السبع ومع ذلك يروى في الحديث الصحيح أن ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي أي بالنسبة لكرسي الرحمن إلا كحلقة في فلات أي كخاتم ملقاً في الصحراء نسبة السماوات السبع والأراضين السبع إلى كرسي الرحمن كأنها مجرد خاتم بالنسبة إلى صحراء كبيرة واسعة الأطراف وجاء في الحديث كذلك أن العرش بالنسبة للكرسي كنسبة تلك الفلات إلى تلك الحلقة فعظمة الله والله أعظم من ذلك فالله كما رويا يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض فعظمة الله لا حدود لها ولذلك ينبغي أن نعلم نعرف لله قدره ونعرف لله عظمته وجلاله وأنه أعظم مما تتخيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يدركه خيالنا مهما تخيلنا فهو أعظم مما نتخيل ولذلك يحق أن نقول في كل حين الله أكبر مما تخيلنا الله أكبر مما أصف لنا الله أكبر مما علمنا الله أكبر وأعظم من كل ذلك فهو الذي خلق الخلق على غير مثال سبق خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان فعلمه البيان وهو على كل شيء قدير ولا خلق ولا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن فالله أعظم مما نتصور أو نتخيل والله أكبر مما نعلم فأين نحن في هذا في هذه الأرض وما نسبتها بالنسبة للمجموعة الشمسية وما نسبة أرضنا هذه بالنسبة لمجرة التبانة درب التبانة وما نسبة درب التبانة للأجرام العظيم في هذا الكون العظيم فأرضنا هذه نقطة صغيرة في هذا الكون في هذا الكون الفسيح العظيم الكبير فهي كما قال بعض العلماء كحبة حمص سقطت في نهر الميسيسيبي أين هذا هذه الضعالة وهذا من عظمة هذا الكون والله فوق ذلك وعرش الرحمن بالنسبة للكرسي أعظم أعظم وأكبر حتى أن نسبته كنسبة حلقة صغيرة مرم ملقات في بأرض فلات والله أعظم من العرش وأعظم من الكون كله لأنه خالق الكون ففي بعض تفسير قال ابن عباس يطوي الله السماوات بيمينه ويضعها في كفه كأنها حبة خردل فأين فعظمة الله أعظم ولذلك لو تأملنا في بعض مخلوقاته من الملائكة لرأينا العجب فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لي بأن أتحدث عن ملك من حملة العرش فإن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام وأن من ملائكة من حملة العرش من رأسه في العرش وأقدامه تحت الأرض السابعة فأين نحن من هذه العظمة فنحن أصغر بكثير بكثير مما خلق الله ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق الصغير العبد الضعيف كرمه وأعطاه من الكرامة ما أعطى ما فضله بذلك على كثير من خلقه كما قال عز وجل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرِّ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ فَضَّلْنَا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا مِمَّنْ مِمَّنْ